هذا اليوم نعمة على أمة الإسلام والبعض منا يستثمره والبعض منا ينام فيه ويكون في غطيط وسبات هذا اليوم ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام أن الله أضل الأمم عن هذا اليوم فذهبت اليهود إلى يوم السبت وكان للنصارى الأحد وهدان الله ليوم الجمعة وقال الحبيب في هذا الحديث أيضا نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة من ميز هذه الأمة يا متبع سنة خير الورى عليه الصلاة والسلام أن الله هدانا لهذا اليوم حتى نتقوى فيه ونتقرب فيه ونسعى فيه إلى الله جل وعلا نخلو به نذكره نصلي على خير الورى عليه الصلاة والسلام والله والله إن قلوبنا بعد ضجر ضجر أسبوع كامل تحتاج إلى أن تتفيأ ظلال الإيمان تتفرغ في يوم عيد نغسل فيه أدراننا نغتسل فيه وجوبا عند بعض أهل العلم سنة عند بعض أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم لكن نحتاج أن نغسل أيضا هم الدنيا و التعلق بالدنيا حتى تكون القلوب حية بقربها من الله جل وعلا يوم الجمعة قال الحبيب عنه خير يوم طلعت عليه الشمس فيه خلق آدم فيه أهبط آدم من الجنة فيه تاب الله على آدم و فيه مات عليه الصلاة والسلام آدم هذا اليوم اختاره الله لأمة الإسلام بعد ضلال الأمم عنه حتى يكون لك دوحة للإيمان تفي إليه إذا استوحشت بالأحزان صدرك و إذا تصحر قلبك و إذا ضاق كل سبيل بين يديك تصلي الفجر في ذاك اليوم و تلك الصلاة صلاة الفجر صلاة الصبح من يوم الجمعة خير صلاة كما ثبت في السنة يا رب في ليلة الجمعة استودعناك حياتنا كلها خيرها وشرها يا رب اجعل أيامنا القادمة رضا وسعادة وتوفيق منك يا الله اللهم اخرجنا من حولنا إلى حولك و من عزمنا إلى عزمك و من ضعفنا إلى قوتك و من انكسارنا إلى عزتك و من ضيق اختيارنا إلى براح إرادتك يا رب اجعلنا أسعد خلقك وتولنا فيمن توليت اللهم ارضى عنا يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و على آله و صحبه أجمعين اللهم أمين يا رب العالمين